السلام عليكم عاجل ظهور صدام حسين قبل قليل حي يرزق في فلسطين بعد 17 عاما من اعتقال وفيديو حسري يوثق لحظة اطلاق سراحة لن تصدق كيف اصبح شكله ولكن اذا كنت تدعم اخواننا في فلسطين وتتمنى لهم الفرج فاضغط على زر الاعجاب وعطر فمك بالصلاة على رسولنا الكريم ظل صدام حسين ميتا في عيون العرب وذلك بعد اعتقاله منذ ما يزيد عن 17 عاما وتداول انباء انذاك عام 2006 توفيد بان صدام حسين تم انهاء حياته لكن ومنذ ذلك الحين لم يصدر اي دليل يؤكد ان صدام حسين قد تم تنفيذ الحكم في حقه او دليل على وفاته مما جعل هناك تضارب في الانباء لحدود يومنا هذا فهناك من يقول ان صدام حسين فارق الحياة وهناك من يقول انه لا يزال حيا يرزق لكن ما هز العالم وهو ما تدولته وكالة الانباء الدولية قبل قليل حيث نشرت فيديو انتشر على نطاق واسع تم التقاطه في فلسطين ويظهر فيه الرئيس العراقي السابق صدام حسين لحظة الافراج عنه من طرف الجيش الفلسطيني كما افادت وكالة الانباء الدولية ان صدام حسين قضى تسعة اعوام في السجن داخل الولايات المتحدة هذه الاخيرة التي قامت في تسليمه لسجن في فلسطين لقضاء ما بقي من عقوبته السجنية وقضى صدام سبعة اعوام داخل السجن بفلسطين ليتم الافراج عنه اليوم في مشهد صادم وظهر صدام وملامحه تغيرت بشكل كبير بعد ان بلغ ستة وثمانين عاما من عمره ما اثار الجدل وهز الرأي العام في العالم العربي هذا الصباح لكن ولحدود هذه الساعة لم يتم تأكيد صحة الخبر والفيديو المتداول فقد قال نشطاء عبر منصة اكس بان الفيديو مصمم عبر تقنية الذكاء الاصطناعي بينما اكد اخرون ان المقطع حقيقي وفي النهاية عزيز المشاهد شاركنا برأيك في التعليقات حول هذا الخبر ولا تنسي الاشتراك في القناة ليصلك جديدنا